ارتفع إجمال القتلى منذ بدء الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على سجن في شمال شرق سوريا إلى 332 بحسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان فيما تستمر عمليات التمشيط وتفتيش داخل المبنى وفي محيطه وكانت اشتباكات متقطعة دارت بمحيط سجن الصناعة في حي غويران وأشار المرصد في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للقتلى كان من بينها 246 من عناصر تنظيم و79 من قوات الأمن وقوات سوريا الديمقراطية و7 مدنيين ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع إلى عثور قصد على مزيد من الجثث خلال عمليات التمشيط والتفتيش التي تواصل إجراؤها في مباني السجن وأحياء محيط به واعتبر المرصد أن هذه الحصيلة قابلة للارتفاع نظرا لوجود عشرات الجرحة وأشخاص لا يزال مصيرهم مجهولا ومعلومات عن قتل آخر من الطرفين